اما مرسل كله الموديل الفني ليه النادي الالف قبل مباراة ريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي ريال مدريد مش هيتأثر بالغيابات عشان هو عنده قائمة كبيرة من اللاعبين ولعبين كلهم مميزين في كل المراكز وقال ان احنا هنحاول نوقف خطورة ريال مدريد بشكل دفاعي جيد لكننا هنهاجم في نفس الوقت مش هندافع بس واحنا عارفين امكانيات لعبي ريال مدريد جيدا وهنحاول استغلال نقاط الضعف لديهم ركز معي قال ان احنا هنحاول استغلال نقاط الضعف لديهم اي فريق في العالم عنده نقاط ضعف عشان ما حد يقولك نقاط ضعف يقول لي في الهام مدريد آر يام مدريد عنده نقاط ضعف مانشيستر سيتي عنده نقاط ضعف ليفر بول عنده نقاط ضعف اكيد اقل من نقاط ضعف الكورة في افراقيا يعني مش بس النادي الاهت بس عنده نقاط ضعف نبحث عنها ونحاول نستغلها وقال إن إحنا مش هندفع طوال المباراة الكلام على لسان مارسي الكولو وقال إن إحنا هنركز على نقاط القوة والضعف لريال مدريد وهنعمل أو سنعمل على إظهار شخصيتنا واللعب بندية كبيرة أمام ريال مدريد وقال إن كأس العالم الأندية بيمنح الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية وهيكون بمثابة أمر مفيد جداً لنا في البطولات اللي هنخذها في المستقبل وخاصة على مستوى الكرة الأفريقية يعني بالنسبة له من المواجهة دي طبعاً يهدف فيها للفوز بس هي كمان هتدي لتشكيلة النادي الأهلي خبرات عديدة وخبرات كبيرة